جوهر ضياء اللعق بالفقه الميسر ودين الله للألباب جوهر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم أما بعدي والإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأحمد الله جل وعلا الذي يسرى هذا اللقاء بكم وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا في هذه الحلقات المباركة وفي هذه المجالس ممن يزيدهم الله تعالى علما وهدى وتوفيقا كنا أيها الإخوة والأخوات في حلقات ماضية تكلمنا حول ما يتعلق بالفقه في الدين وأهميته وأن الله جل وعلا أمر الناس جميعا بالتفقه في الدين وتعلمه اليوم سوف ندخل فيما يتعلق بأحكام الفقه وقد ذكرت لكم أيضا سابقا أننا سنحاول أن نيسر قدر المستطاع ما يتعلق بأحكام الفقه لأن بعض الناس أحيانا لما تسوق له كلام العلماء والخلاف في المسائل وهذا قول مالك وقول الشافعي وقول أبي حنيفة وقول أحمد أحيانا بعض الناس يتلخبط وتضطرب عليه الأمور لذلك سوف أسوق الكلام بدليلة يعني مثلا مسألة قد يكون الراجح فيها قول المالكية لن أقول هذا قول المالكية سأقول هذا هو الراجح لقوله صلى الله عليه وسلم كذا قد تكون المسألة مثلا قول للحنفية أو للحنابلة أو للشافعية فلن أقول أن هذا قول شافعي وهذا قول المالكي نحن سنأخذ الحكم الشرعي بدليله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس دي تمويه يعني نحاول أن نقف على هذه المسائل دون التأمل في من قال بذلك أو بذلك حتى يعني لا يأخذ هذا منا وقتا أو يعني يبعدنا عن تعلم العلم بدليله فالعلم معرفة الهدى بدليله ماذا كوالتقليد يستوياني سنتكلم اليوم إن شاء الله والإخوة والأخوات حول الطهارة وما يتعلق بها طيب لماذا ما نتكلم عن الصلاة الصلاة هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين نعم صحيح الصلاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين لكن الذي يهمنا الآن قبل أن تصلي لا بد أن تتعلم كيف تتطهر الكلام عن الطهارة ينقسم إلى أمور من ذلك أنه عندما يريد أن يتطهر لا بد أن يتعلم كيف يتوضى قد يكون بعض الناس مثلا لا يستطيع أن يتوضى يعني مثلا لو جئت إلى شخص مثلا مريض في مستشفى أو مثلا إلى شخص آخر قد لا يستطيع أحيانا أن يتيمم يعني بعض الناس يصل إلى مرحلة أحيانا تقول ليفنا لماذا ما تتوضى لماذا ما تتيمم فيكون عاجزا عن الاثنين أنا أعطيكم مثالا نفرض أن شخص يجمع فرضا في مستشفى وعلى سريره هذا يجب عليه شرعا في أول شأنه عندما يريد أن يصلي لا بد أن يتوضى طيب قال يا جماعة أنا مشلول ما أستطيع أن توضى قلنا يجب عليك أن تتيمم تحاول أن يحضر لك مثلا في المستشفى مثلا إما ترى معقم من مستشفى نفسه أو رأيت أيضا في بعض المستشفيات قطنا قد شبع بغبار يعني صناعي قد شبع بغبار حيث أن المريض إذا ضرب عليه يكون في يده شيء من هذا الغبار يمسح به وجهه وكفيه كما سيأتي إن شاء الله بيانه عندما نتكلم عن التيمم وهذا مجاز طبيا ويستعمله المريض مرة واحدة إن شاء الله تعالى سيأتي الكلام عليه عندما نتكلم عن التيمم المقصود أنه إذا لم يستطع أن يتوضى لازمه أن يتيمم لو قال يا جماعة أنا حتى التيمم ما أستطيع يسقط عنه الوضوء ويسقط عنه التيمم إذا كان على مثل هذا الحال بل إنك لو تأملت اليوم في واقع الناس أيضا وجدت أن بعضهم أحيانا جماعة في المسجد في المستشفى لا يصلي يعني مثلا مرة من المرات ذهب مجموعة وهي لجنة حقيقة خيرية لمجموعة من الأطباء تابعة لأحد الهيئات الخيرية ذهبوا إلى أحد المستشفيات ومروا على المرضى فتخيلوا يا جماعة وجدوا أكثر من 43% من المرضى ما يصلون ما يصلي ليس لأنه ما يحب الدين لا يا جماعة ما يصلي لأنه يقول يا جماعة كيف أصلي وأنا هنا أنبوب يخرج منه بول كيف أصلي يا جماعة وأنا ثيابي فيها كيف أصلي وسريري غير موجه إلى القبلة كيف أصلي فالمشكلة ومضى عليه بعضهم شهر وشهران وهو على مثل هذا الحال لم يصلي إذن كيف نستطيع كيف نستطيع أن يعلم أمثال هؤلاء إلا إذا علمنا أن الأمر تيسير من الله عز وجل والأمر كما قال سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم يعني ما تستطيع تتوضأ طيب تيمم ما تستطيع تتيمم صلي على حالك أنوي الطهارة صلي على مثل هذا الحال الوضوء أصلا الأصل أن يكون بالماء طيب ما هو الماء الذي نستطيع أن نتوضأ به لو جاءك إنسان وقال أنا والله يا أخي أريد أني نتوضأ لكن أنا في البر وجدت ماء مجتمعا بعد مطر لكن هذا الماء يعني فيه أشجار أو فيه طين نحوه وقد غيرت لونه بشيء يسير يجوز يا جماعة توضأ من ماء مطر مجتمع في مكان أو جاء إليك شخص وقال لك يا أخي أنا جئت وجدت بحيرة مثلا في بعض البلاد يكون فيه بحيرات أو نهر نهر يا شيخ وأحيانا يخوض فيه الكلاب مثلا والدواب أحيانا يعني مثلا بعض الناس في بعض الأنهار يأتي مثلا أكرمكم الله بحماره يدخل به غسلف في هذا النهر مثلا أو ترى أحيانا كلاب تأتي وتلغ فيه وتشرب يسألك بعض الناس يقول لي شيخي جوز أني أتوضأ فيه أم لا يجوز أني أتوضأ بئر وجدته في البر مثلا وأخرجته من ماء فإذا الماء فيه رائحة مثلا قد يكون البئر مغبر أو نحو ذلك هل يجوز أني أتوضأ أم لا يجوز أني أتوضأ كل هذه المسائل سوف نفصلها إن شاء الله في هذه الحلقة وفيما بعدها من حلقات أعطيكم مياهة واحدة واحدة أما بالنسبة يا جماعة للماء الذي ينزل من السماء فهذا ماء الأصل فيه الطهارة كما قال سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا وقال جل وعلا وينزل عليكم من السماء ماء لأجل ماذا ليطهركم به إذن الأصل في جميع المياه التي تنزل من السماء الأصل فيها أنها طاهرة ولا بد أن الإنسان أيضا إذا أراد أن يتوضأ منها أن يعتقد مثل ذلك يعني ما أريدك أنك تتوضأ وأنت عندك نوع شك في هذه المسألة هذا فيما تجده يعني لو وجدت ماء مجتمع في بر مثلا قد مستنقع ماء هذا جائز أن تتوضأ به مباشرة وجدت ماء مثلا مجتمع بحيرة مثلا معينة بركة وجدتها في البر الأصل يا جماعة أن هذا طاهر قد يقول البعض طيب يا شيخ فيك كلاب تأتي إليه ويعني تخوض فيه ونحو ذلك نقول نعم هذه المسائل قد تكون موجودة لكن أنا سأبين لك الحكم الشرعي مبنيا على الدليل الشرعي المسألة تنقسم إلى أقسام في هذه القضية قد تكون هذه الكلاب لما خاضت في الماء غيرت فيه في لونه أو طعمه أو ريحه أعطيك مثالا قد يكون الماء قليلا أحيانا وتأتي الكلاب وتخوض فيه فأنت إذا شربت منه أو إذا شممته رأيت فيه إما شممت فيه رائحة غاءط البراز أو مثلا لونه أصفر من كثرة ما تبول فيه الكلاب وغالبا هذا يا جماعة أين يقع يقع في الماء القليل إذا كان الماء قليلا يقع فيه يتغير مثل ذلك هذا لا يجوز الوضوء به إذا كان متغيرا إذا كان متغيرا لكن إذا كان الماء تشم رائحة رائحة عادية ليس فيه شيء من النجاسة تنظر إلى لونه لونه عادي لكن قد يكون متغيرا مثلا بسبب الطين ونحوه لكن غير متغير اللون بسبب البول والغاءط مثلا لما تمضمضت به فإذا ليس فيه طعم يعني طعم مثلا فيه حموضة البول مثلا أو طعم الغاءط مثلا أو نحو ذلك يعني طعمه عادي أيضا لكن قد يكون أحيانا فيه يعني شيء من طعم الطين أو نحوه من كثرة تعرضه لهم في هذا الحال يا جماعة هذا طاهر لكن أفرض أنك وجدت ماء مثلا هذا الماء مجتمع لكن فيه تغير هذا لا تقترب منه حتى لو كان مجتمعا بعد مطر أو كانت مثلا بركة قد اجتمع فيها شيء من الماء نأتي عند المسألة الثانية المسألة الثانية مسألة إذا كان هذا الماء تيقنت مئة في المئة أنه يخوض فيه الكلاب مثلا لكنك لم ترى فيه شيء لكنك رأيت الكلاب بعينك تخوض فيه هذا يجوز استعماله ما دام كثيرا مثل يا جماعة ما يقع الآن في الأنهار الآن الأنهار يكون فيها كما ذكرت قبل قليل ناس يأتون يغسلون كلاب يغسلون حميرهم دوابهم إلى غير تبول فيه الحمير أحيانا الكلاب إلى غير ذلك فهذه أصلا هو ماء كثير وهو ماء إنجار ولا بأس به الوضوع منه أحيانا يا جماعة يكون الماء متغيرا ليس من الدواب لا أحيانا يكون بعض المياه فيها طحالب أحيانا أو فيها أشجار نابتة حولها ومع الريح تسقط أوراق الأشجار في هذا الماء أو هذه الطحالب نفسها تغير أحيانا لون الماء يكون فيه الأخضر مجتمع فوقه أو نحو ذلك فهذا كله لا يؤثر في الماء ويجوز استعماله أيضا بعض المياه أحيانا تكون متغيرة بسبب طول اللبث طول اللبث أعني به من كثر ما هذا الماء قد مضى عليه وقت في مجتمع مثلا بعد مطر قد مضى عليه مثلا شهران أو خمسة أشهر أو عشرة أشهر وهو في مكانه فمع طول لبثه وتعرضه للبيئة من غبار مثلا وغير ذلك تجد أنه أحيانا قد يتغير طعمه فهذا أيضا يجوز استعماله وهذا يا جماعة ترى يعني من رأفة الدين بنا لماذا بعض الناس يوسوس ويقول لا هذا الماء أنا مرة من المرات قيل لي أن في كلب مر بجانبه هذا الماء مرة من المرات في ناس معهم مثلا راعي غنم ركب حماره جاء الحمار وخاض فيه هذا الماء يا أخي رب العالمين سهل في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يمرون وهم مسافرون ويمرون بمياه مجتمعة بعد أنطار أو بآبار أحيانا يعني جمع بئر ويتوضعون منها ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشدد في هذا أبدا بل كان الأمر أعظم تصدق في مرة من المرات مشى صلى الله عليه وسلم مع عمر فمروا بصاحب ميزاب الميزاب لما يكون هنا سطح ويكون في الميزاب إذا نزل مطر ينزل مع هذا الأنبوب الذي يجعلونه أو ما يجعلونه من شيء يسقط منه الماء فسقط الماء على عمر وكان ذاك الرجل يغسل سطحه فقال عمر يا صاحب الميزاب ماءك طاهر قال صلى الله عليه وسلم لا تخبره يا صاحب الميزاب امشي جماعة هذا يدل على أن الإنسان يبتعد عن وسوسة النبي صلى الله عليه وسلم مرة من المرات يتوضى كما في حديث بقتاده فأقبلت هرة إليه فأصغى لها الماء يعني أمال لها الإناء فشربت ثم مضت ثم أكمل وضوءه بالله عليكم يا جماعة لو سمع هذه بعض الناس اليوم قال لك أعوذ بالله أنا لو شربت الهرة معنى ذلك أن يمكن أن الهرة قد مثلا أكلت فأرا وكان في فمها آثار من وسيأتي عموما إن شاء الله الكلام على الوسوسة مفصلا الطهارة أيها الإخوة والأخوات هي مفتاح الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور الطهارة لغة هي النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية يعني قد تقول مثلا فلان ثيابه طاهرة ثيابه طاهرة يعني ليس عليها بول ولا غاط وقد تقول فلان قلبه طاهر قلبه طاهر يعني قلبه ليس فيه بول ولا غاط لا المقصود قلبه طاهر يعني ليس فيه شيء من الغل أو الحسد أو الحقد على أحد من المسلمين ومعنى الطهارة شرعا ارتفاع الحدث وزوال النجس وارتفاع الحدث طبعا لا يزول إلا بالماء أو التراب والنجس يزول بالماء طيب ما هو الفرق بين الحدث وبين النجس حتى نفهم الفرق إليكم هذا المثال الآن يا جماعة لو أن إنسانا مثلا أكرمكم الله خرج منه ريح يعني ريحه ضراط مثلا أو فساء أو نحو ذلك هذا قبل أن يصلي لا بد أن يتوضى طيب يعني لا بد أن يستعمل الماء هل يستعمل الماء لأن عليه نجاسة على ثوبه نقول له اغسل لا إنما يستعمل الماء لرفع الحدث طيب نحن الحدث يا جماعة ما نراه بعيننا صحيح أنت ما تراه بعينك لكنه شيء معنوي شيء معنوي مثل ما قال الله عز وجل عن المشركين إنما المشركون نجس مثلا هل هذا يعني أنك إذا لمست مشرك تذهب وتغسل يدك أو تتوضى لا إنما هي نجاسة معنوية يسمونها العلم هي نجاسة الكفر هذا معنى الحدث وكذلك لو أن إنسانا مثلا يعني دخل دورة المياه وتبول أو تغوط ثم غسل أثر ذلك منه وخرج لما جاء وقت الصلاة نقول يا فنن لا بد أنك تتوضى قال يا جماعة أتوضى أستعمل الماء لماذا أنا ثوبي نظيف ما علي شيء نقول صحيح لكنك محدث يعني شيء معنوي فلا بد أن تتوضى لأجله هذا معنى الحدث والحدث طبعا لا يزول إلا بالماء أو بالتيمم لا يزول إلا بالماء أو بالتيمم بقيت المسألة الثانية مسألة النجس النجس هو شيء حسي تراه بعينك يعني إنسان فرضا توضى وخرج ويده ووجهه يقطر ماء المتوضي مية في المية أول ما خرج مثلا وطأ على أو جلس على الكرسي فإذا الكرسي عليه بول مثلا أو مثلا غاءط من بعض أولاده الصغار مثلا ففي هذا الحال قلنا له يا فنن اذهب واستعمل الماء قبل صراتك قال يا جماعة أنا متوضى نقول نعم لكن تستعمله لإزالة النجس ليس لإزالة الحدث لا لإزالة النجس وهو شيء حسي فيذهب صاحبنا ويغسله من على ثوبه الحدث إزالته لا بد لها من نية أعطيكم مثال يعني لو واحد يا جماعة فرضا نام وأصابته جنابه مثلا واستيقظ منامه فغسل مثلا أثر الجنابة من ملابسه أثر المني من ملابسه مثلا أزاله هل هذا يكفي أم لا بد أن يغتسل هو أزال المني مع القول بأن المني طاهر عموما سيئتي الكلام له قلنا له يا فنان لا بد أنك تغتسل قال يا أخي طيب أنا أزلت الذي على ملابسي خلاص نقول لا بد أن تغتسل لأنك محدث طيب ذهب صاحبنا هذا لأجل أن يغتسل أقبل إلى البئر وجعل يحاول إخراج الماء من البئر بالدلو الدلو ثقيل يمين يسار حاول أن يخرجه فانزلت قدمه وقع كل في البئر فأقبل الناس وساعدوا حتى خرج لما خرج قال الحمد لله أنني مامت سأصلي لله ركعتين شكر لما أراد يكبر قلنا له اتق الله لازم تغتسل قال يا جماعة ما أنا اغتسلت أنا أكل دخلت في الماء نقول نعم كلك تعممت بالماء لكنك لم تنوي رفع الحدث لم تنوي رفع الحدث أما النجاسة فلا تحتاج إلى نية يعني مثلا لو أن إنسانا فرضا أفرض أن عندنا شخص مثلا أصاب ثوبه نجاسة أخذ هذا الثوب وعلقه في ناء منزله مثلا ثم أو على حبل الغسيل ثم أقبل المطر وغسل هذا الثوب وأقبل صاحبنا ولبسه هل نقول لابد تذهب وتعيد الغسل مرة أخرى لا وذلك لأن النجس لا يحتاج إلى نية لا يحتاج إلى نية نوي أبدا يعني لو غسله أي شخص غسلته أنت أو غسله غيرك جاز ذلك كذلك في الحدث هناك أعضاء معينة لا بد أن تغسل أما النجس فيغسل فقط المقصود يعني مثلا لو وقع على يدك نجاسة مثلا بول أو غاءط نقول اغسل فقط اليد ما يحتاج أن تغسل وجهك وتتمضمض وغير ذلك أما إذا أحدث الشخص مثلا خرج منه يعني كما ذكرت من أحد السبيلين خرج منه شيء فيجب عليها أن يتمضمض ويغسل وجهه ويغسل يديه لو قال يا جماعة طيب ما دخل اليدين أنا خرج من السبيلين ما خرج من دبر أو قبل ما خرج يا جماعة من يدي نقول صحيح لكن الله عز وجل قال إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين كذلك من أهم ما ينبغي التنبيه عليه هنا أن هناك بعض أنواع المياه التي يتوضأ بها الناس تكون مياه في أصلها نجسة كيف في أصلها نجسة يعني مثل الآن ما وقع من مثلا تصفية مياه المجاري الآن بعض الناس يسأل يقول يا شيخ نحن عندنا مياه مجاري تعاد تصفيتها وإضافة بعض المواد الكيميائية إليها ثم يسقى بها مثلا المزارع أحيانا أو يسقى بها الحدائق أو غير ذلك هل يجوز يا جماعة الوضوء من هؤلاء أحيانا بعض الحدائق يكون مكتوب عند الصنابير عند الحنفيات مكتوب هذا الماء لسقي العشاب فقط لا تشرب منه وذلك لأن أصلا هي مياه مجاري مكررة وأضيف إليها مواد كيموية هل يجوز يا جماعة الوضوء منها لو أنك في حديقة هل يجوز تتوضأ منها أم لا أهل العلم لهم في ذلك قولان والصحيح أنه لا بأس بالوضوء منها ما دام أن طيب قد يقول البعض يا شيخ هذه أصلها مياه مجاري أقول نعم لكن ما دام أن لون النجاسة وأن ريح النجاسة وأن طعم النجاسة كله زال إذا لا بأس من الوضوء منها وقد ذكر هذا أكثر العلم ويفتي به أيضا جموع من علمائنا اليوم تقدم معنى أنه إذا عدم عن استعمال الماء عجز عن استعمال الماء أو عدم الماء غير موجود تيمم إذا لم يستطع أن يتيمم ولا أن يستعمل الماء في هذا الحال يصلي على حسب حاله يعني ينوي أنه طاهر ويصلي أحيانا قد تفقد الماء في المستشفى أو أحيانا قد تفقد الماء في طائرة يكون الماء منتهي مثلا وليس عندك تراب في الطائرة وليس هناك مكان فيه غبار لأجل أن تتيمم عليك في هذا الحال تنوي أنك طاهر وتصلي ولا شيء عليك وإن ضربت على الأرض مثلا بنية التيمم فهو أولى وسيأتي معنا إن شاء الله تفصيله كذلك جماعا من أهم الأمور والعلي أختموا به أن الماء عندنا ينقسم إلى قسمين بعض الماء قد يتغير بنجس لو عندنا الآن مثلا أفرض أن الماء انقطع مثلا في بيتكم أو قال مثلا شركة المياه قالت أن الماء سينقطع بعد أربع ساعات أقبلت أمك أو زوجتك وأخذت إناء كبيرا عبأته ماء وضعته في الحمام مثلا لوقت الحاجة فهذا الماء أقبل واحد من أولادك الصغار وأخذ مثلا شاي أو أخذ علبة عصير مركز الذي يخلط مع الماء مثلا أو مثل الفيمتو أو نحوه أخذه ثم صب قليلا منه على هذا الماء فأقبلت أنت إلى هذا الماء لتتوضى فإذا هذا الماء لم ينقلب إلى عصير مثلا أو لم ينقلب إلى شاي وإنما صار في شيء من الحمرة ففي هذا الحال هل يجوز الوضوء منه؟ نعم الصحيح أنه يجوز الوضوء منه ما دام أنه لم ينتقل من مسمى الماء إلى مسمى آخر يعني الذي يرى ما يقول يا جماعة أنتوا عاملين عصير في سطل في إناء لا يقول يا جماعة الماء الذي في السطل كأنه محمر قليلا ففي هذا الحال يجوز الوضوء منه المسألة الثانية طبعا هذا إذا كان قليلا التغير أما لو كان تغير كثيرا يعني أفرض أن هذا الصغير أخذ علبة الفيمتو أو غيره منه حتى ما يقول أحد أن تعمل دعاية له أو أي نوع من العصيرات المركزة وصبح عليه حتى تغير الذي يقبل يقول يا جماعة أنتوا عاملين عصير في السطل أو مثلا أخذ شاي كثير مثل اللبتن أو غيره وألقاه فيه فأصبح أحمر كأن الشاي من غير سكر أقبل واحد يقول يا جماعة أنتوا عاملين الشاي في سطل إذا تغير من مسمى إلى مسمى آخر لا يجوز استعماله في الوضوء أما إذا كان حمره قليلة أو صفره قليلة فيجوز هذا إذا كان تغيره بطاهر أما إذا كان تغيره بغير طاهر فهذا ينجس مباشرة حتى لو كان قليلا يعني لو أقبل أحد الأطفال وبال بولا قليلا في هذا الإناء الكبير وتغير شيء من رائحته قليل نقول كله ما يجوز استعماله وهذا الماء أصلا الآن قد أصبح نجسا بسبب تغيره اليسير حتى لو كان ب إذا كان بنجاسة حقيقة بقي معي بعض النقاط لكني أرى أن وقت الحلقة قد لاق عنه ولعل الله يسر إن شاء الله في حلقات قادمة نكمل شيئا من ذلك أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد ونجعلني وإياكم باركينينما كنا والله تعالى أجل وأكرم وأعلم وصلى الله وسلم وبركة رسول الله وإلى اللقاء قادم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ضياء العقل بالفقه الميسر ودين الله للألباب جوهر ضياء العقل بالفقه الميسر ودين الله للألباب جوهر فشرع الله للدنيا ضياء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة